اي نعم احنا عارفين ان طول عمرنا محكمين بانظمة مجرمة ومستبدة بتتلكك للناس عشان تحبسهم وتقتلهم بس الواحد يفهم ان ده بيحصل مع اللي يعارض النظام السياسي او يشتم الحاكم او اسرته او يهاجم مؤسسة من مؤسسات السلطة في البلد او اي حاجة في السكة دي لكن ان الامن يهجم على بيوت الناس بالليل ويعتقلهم عشان هاجموا واحد من دلديل السلطة وحيالله واحد من رجالتها اللي بتستخدمهم زي ورق التوالد وقت الجد تخرص منهم دي ايه اللي غريب زي ما حصل مع الشباب اللي هاجموا ابراهيم الارجاني على سل من قبط الصحفيين ايه الموضوع وايه خطرته هيا بنا نشوف تقريبا كده السيسي حاسس بملل بسبب ان خلاص يعني محدش بيقدر يجيب سيرته فقال لك احنا هنحبس اللي يجيب سيرت اي حد بالتراطير بتاعنا وقد كان يوم الاربع اللي فات مجموعة صحفيين ونشطاء عملوا وقفة على سل من قبط الصحفيين وتعامل زيها كذا وقفة الاسابيع اللي فاتت دعما لغزة ضد العدوان الصهيوني عليها السيسي طبعا زعل اقول لك يعني احنا نحاصر غزة ونشارك في تجوعها وندعم اسرائيل ولولا الملامة يعني كنا احنا كمان نضرب الفلسطينيين فنلاقي اللي يطلع يدعمهم ويشتم اسرائيل ورجالتنا اللي بيساعدوها هو في قلب القاهرة لا مش ممكن ابدا ده اللي زعل السيسي كمان هو ان اللي شاركوا في الوقفة هتفوا ضد الخيانة العربية لفلسطين الخيانة اللي كلنا شايفينها عيني عينك والاخطر ان هم هتفوا ضد الطفل المدلل بتاع النظام ابراهيم العرجاني اللي كان لغاية قبل ثورة انقلاب يناير شغال ضد الدولة وخطف عساكر من افراد الشرطة في سيلي السيسي ساب المشاركين في الوقفة يروحوا بيوتهم عادي عشان ما يتقلش ان النظامه بيقبض على المتضامنين مع فلسطين من الشوارع في رمضان بس بمجرد ما روحوا لقوا الامن بيهاجم بيوتهم وبيقبض عليهم يوم الاربع بالليل اتقبض على عشر نشطاء وفي غمضة عين اتعملت لهم قضية جديدة وتاني يوم الصبح اتعرضوا على نيابة امن الدولة وفي غمضة عين النيابة حبسيتهم على زمة القضية لان انت عارف سادة الرئيس ما بيحبش حد يتحبس ظلم ها هتتحبس يبا نعملك قضية تعاوز يعني بتحول انسان يقول ان انت عندك معتقلين ظلم النيابة قررت حبس النشطاء العشرة في سجن العشر من رمضان اذا هي العشر من رمضان دي مش منطقة صناعية لا حضرتك ما احنا بنقفل المصانع ونعمل مكانها سجون دلوقتي النيابة كمان وجيت للنشطاء دول تهم مشاركة جماعة ارهابية ونشر اخبار وبيانات كذبها وحب افكرك بس ان ده بعد ساعات من كلمة السيسي في حفلة تنصيب والولاية جديدة اللي قال فيها ان الجولة الجديدة من التحوير الوطني هتبدأ وقبل حفلة افطار الاسرة المصرية اللي السيسي بيلئم فيها اللي مرضى عنهم من الرموز السياسية والنشطاء ويقرأ قصادهم قراراته الجديدة اللي لسه مش عارفين ايه الصب الجديد اللي هتعمله في مصلحة المواطن اللي ورمت الفكرة ان الوقفة اللي اتقابض على النشطاء اللي شاركوا فيها بكتعامل من اول رمضان عشان الناس تفتكر ان على حدودنا في شعب كامل المفروض انهم اخواتنا يعني بيتدبحوا ومش لقيين حاجة يفطاروا عليها في رمضان والمجاعة والامراض بيكملوا على اللي ما بيموتش منهم بسبب القصف الصهيوني عشان كده الوقفات دي كانت شعارها من القاهرة هنا غزة افطار على عيش ومية رغم بشاعة واجرام اللي حصل اللي انه ما وقفش عندي كده لان الامن لسه بيعتقل في اللي شاركوا في الوقفة لغاية دلوقتي ولسه ما طلعش عدد دقيق وكامل اللي بيتقابض عليهم الامن كمان بيتصل بنشاطاء كتير من اللي شاركوا في الوقفة واللي ما شاركوش وبيعرض عليهم صور اللي ناس كانوا موجودين في الوقفة وبيسألهم مين دول طبعا عشان يتجابوا هما كمان يعني بمنتهى الخصة بيشغل الناس مخبرين على بعض هنا في نقطة مهمة اللي اختلف في المظاهرة الاخيرة بتاعت يوم الأربعة عن الوقفات اللي بتتعمل من اول رمضان تضامنا مع غزة ولا حاجة نفس الهتفات ضد اسرائيل والتواطق العربي معها ومع ذلك من اول رمضان ما حصلتش اعتقالات للي شاركو في وقفات مقابض الصحفيين بالكتير اطلب من النقابة انها تأجل معاد الوقفة الاخيرا لان كان مفروض تتعمل يوم التلات بس التلات كان يوم تنصيب السيسي وتقريبا النظام خاف لحسن الناس تسخن وتهتف ضده وضد تنصيبه عشان كده اتأجلت الوقفة وتعملت يوم الأربعة الحاجة الوحيدة بقى لاستجدت في وقفة الأربعة هي الهتاف ضد إبراهيم العرجاني وشركة هالة بتاعته الشركة اللي بتبلطج على الفلسطينيين عند معبر رفح وبتسرقهم وبتفرض عليهم اتاوة آلافة دولارات عشان يسيبوهم يعدهم يعني النظام تواجع قوي لما المشاركين في الوقفة جمع الجرح وهاجموا الطفل المعجزة ودي الوحدة مرحلة جديدة تماما في قمع السيسي دلوقتي الناس بتتحبس عشان بتهاجم بلطجي الدولة نفسها أيام مبارك أبضت عليه وقالت عنه بلطجي هتقول لي ما هو السيسي بيهاجم نظام مبارك أحيانا وبيسلت إيده من اللي عمله بالتالي اعتقال مبارك للعرجاني زمان ماينفعش نحسيبه على السيسي دلوقتي هقول لك لا لأن السيسي بيشتم صورة يناير دايما ويقول إنها هدت الدولة والدولة قبل الصورة كان بيحكمها نظام مبارك والدولة شافت وقتها إن العرجاني مجرم هنا هنوصل للقطة تانية مهمة وهي إن السيسي عكس ما بيقول لا يهمه الدولة ولا يهمه مؤسساتها ولا الهوى لأنه كبر وحمى إبراهيم العرجاني اللي كان متمرد ضد الدولة بالعكس ده خلاه من كبار رجال الأعمال وخلاه ممثل المخابرات في بيزنس كبير وكمان خلاه ممثل الدولة كلها على معبر رفح لأن شركته هي اللي بتتعمل مع الفلسطينيين اللي عاوزين يعدوا من عمر والعرجاني كمان هو ممثل الدولة في بيزنس مع عيلة حفتر في ليبيا يعني الدولة بنظامها بأجهزتها بسلطاتها بابا غنجا بقت شخص إبراهيم العرجاني وده اللي زعل النظام والأمن وخلاهم يقبضوا على المشاركين في وقفة نقابة الصحفيين فكرة إن النظام يعتقل ناس عشان هجموا العرجاني معناها حاكتين ملهمش تالت الأولانية إن العرجاني ده جزء من السلطة في مصر وبالتالي بقاله نفس الحصانة بتاعت السيسي وأسرته والجيش والمخابرات وغيرهم علما بإن في أي بلد نص محترمة ما ينفعش حد أو مؤسسة يعني يبقى له حصانة تخليه فوق النقد والمحاسبة بس أدي الله وده حكمته وده اللي بيحصل في مصر الحاجة التانية هي إن علاقة النظام بالأرجاني حاجة تعر وتكسف والنظام مش عاوس حد يتكلم عنها أو يطلعها المسرح وبخصوص النقطة دي يعني فعلاقة النظام بالأرجاني المعروفة وصحف العالم كله بتكتب عنها وبرضو صحف العالم كتبت إن شركة هلا اللي بتقلب الفلسطينيين على المعبر ملك للأرجاني ومن خلالها نظام السيسي بيبتز الفلسطينيين اللي عاوزين يدخلوا مصر وكمان بيبتز المصريين اللي عايشين في غزة وعاوزين يرجعوا بلدهم من ساعة بداية الحرب الحقيقة وزيما الفلسطيني اللي هو تسعيرة لازم يشخلل بها عشان يعدل المصري كمان اللي هو تسعيرة بس يقل شوية من الفلسطيني لأنها بتبدأ من 750 دولار ونتيجة ده لسه فيه أسر مصرية كتير محجوزة ورماعة بالرفح في الناحة الفلسطينية مش عارفة ترجع مصر بالشكل ده يبقى ما قدامناش غير النقطة الأولينية اللي هي أن العرجاني بقى ليه حصانة زي قيادات الأمن وزي مؤسسات الدولة الأمنية من جيش ومخابرات وخلافة وبكده يكون نظام السيسي حط أول مصمار في نعش مصر لأنه بمنتهن عدام المسئولية بيعمل ميليشيا خارج إطار الدولة حتى وإن كانت تبعيتها لبعض الأجهزة الميليشيا دي مع الوقت ممكن تكبر وتبلع هي الدولة والمشكلة الأكبر إنها مش ميليشيا واحدة لقدوا الاثنين العرجاني بتاع سينة وشركة هلا ونخنوخ بتاع شركة فالكون للأمن والحراسات نخنوخ هو كمان كان بلطاجي وأجهزة الدولة قبضت عليه أيام حكم مرسي وتحاكم وصدر ضده حكم بالسجن هتقولي ما هو اللي حاكم عليه مرسي مش السيسي يبقى ليه نحشر الدولة في الموضوع هقولك إن النخنوخ قدم طعن في نوفمبر 2014 خلال حكم السيسي ومحكمة النقد رفضت الطعن وفض المحبوس لغاية ما خرج بعفو رئاسي في 2018 يعني الدولة وأجهزتها كانوا شايفين إن النخنوخ بلطاجي ويستحق السجن لغاية 2018 لكن نفس أجهزة الدولة دي خرجته من السجن وعينته كبير البلطاجية في مصر وبعدها قدت له شرعية أكبر لما خلته اشتري شركة فالكون اللي هي شركة الأمن الوحيدة اللي عندها قوات خاصة ومسلحة يعني العرجاني عنده ميليشيا مسلحة في سيناء ونخنوخ عنده ميليشيا مسلحة في القاهرة وباقي المحافظات الكلام ده بيحصل في الوقت اللي كتير من دول المنطقة بتتقسم حرفيا بسبب ميليشيا الأنظمة عملتها أو سيكتت عليها بحجة إنها مجرد ميليشيا بتخدم على الدولة لكن الميليشيا دي كبرت وعملت مليارات وتمردت على الدولة نفسها ده حصل مع الحوثيين في حالة اليمن وحصل مع السودان في حالة الدعم السريع اللي ولع الحرب الأهلية ناك هتقولي لا بس النظام في مصر وأجهزة الدولة قوية محدش يقدر يتمرد عليها ماقولك ماشي بس ممكن جدا تحصل ظروف فوق قدرة الدولة نفسها والميليشيا دي تبقى أمر واقع في حالة السودان مثلا كان الأمر الواقع هو غضب الشعب من نظام البشير وإسقاطه في 2019 واللي خلى الدعم السريع يبقى راس براس مع الجيش لكن حتى بعيدا عن الزاوية دي فكرة إن حد من صبيان النظام تبقى ليه نفس حصانة الحاكم وقسرته وأجهزة الدولة دي ما حصلتش حتى في أيام مبارك يعني أيام مبارك كان هو نفسه بتهاجم للنهار في الإعلام ومع ذلك نادر قوي إنك تفتكر إن حد تحبس يعني بسبب هجومه عليه أو على مراته سوزان أو على أولاده على أقو جمال بالتالي مفيش حد تحبس بسبب هجومه على أحمد عز مثلا لكن دلوقتي السيسي بيحبس الناس عشان بيهاجموا العرجاني وده هيرجعنا لهجوم السيسي على ثورة يناير اللي الشباب اللي اتحبسوا بسبب هجومهم على العرجاني بينتموا ليه لأن السيسي شايف إنها جرأت الشعب على السلطة وطبعا الشعب اتجرأ على السلطة بعد مشوار امتد سنين من حرية تعبير كان سقفها عالي أيام مبارك وعشان كده السيسي دلوقتي ما بيقبلش أصلا فكرة التعبير من بابه لا بسأف عالي ولا وطي وعشان كده كل ما تحصل حاجة زي هجوم النشطاء على العرجاني على سل من قبط الصحفيين السيسي بيفتكر غلطة مبارك من وجه نظره يعني اللي هي إنه ساب الناس تتكلم شوي واللي هيتكلم النهاردة هيعمل ثورة بكرة ولنفس السبب السيسي حتى لما ساب الناس تتظاهر مرة يتيمة بعد بداية العدوان الصهيوني على غزة في أكتوبر اللي فات قابض على تلاتة واربعين واحد من اللي تظهروا عشان يوصل رسالة مضمونها إن يعني ما تفتكروش إن في حاجة تغيرت أو هتتغير واللي طبض عليهم ساعتها في ناس منهم لسه ما خرجوش لغاية النهاردة مع إن مظاهرات أكتوبر السيسي سابها تخرج عشان تخفف ضغطه أوروبا على مصر عشان تقبل تهجير أهل غزة لسين الفكرة إن السيسي عارف إن أغلب المصريين أرفانين من نظامه ورجالته وأجهزته وكل الأوضاع اللي في البلد بالتالي أي فرصة للتعبير حتى يعني لو عشان قضية تانية زي فلسطين مثلا برضو الناس هتفتكر الحقيقة اللي بتقول إن لو الأنظام السيسي مصايب كتير ما كانتش هتحصل أو كانت هتحصل بس يعني موقف مصر ما كانش هيبقى بالخزي ده وده اللي حصل في مظاهرات أكتوبر اللي فات وحصل تاني في وقفة نقابة الصحفيين اللي المشاركين فيها هاتفوا ضد العرجاني لأنهم عارفين إن العرجاني مش شخص وهم بيمثلش نفسه لا ده نظام كامل عشان كده الرسالة وصلت للسيسي وبالتالي حصلت موجة الاعتقالات اللي لسه شغالة خلاصة المشهد ده كله إن المعادلة بين الشعب وبين نظام السيسي هي معادلة صفرية وإن أي فرصة بتتاح للناس عشان تقول رأيها في أي حاجة حتى لو بر حدود مصر بيلاقي الناس فيها بيهاجموا النظام ورجالتهم كمان ونتيجة المعادلة دي نظام السيسي مش هتخلى أبدا عن القمع والأهر مهما عمل حوارات وطنية أو إفطارات أو أي أفشخنات لأن الموضوع بالنسبة له حياء وموت ونشوفكم على خير إن شاء الله